حملة جديدة لتكميم الأفواه يتعرض لها الناشطون داخل البحرين تتزامن مع استباحة القوات الخليفية لبلدة الدراز في عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح واعتقال المئات هذه الحملة تستهدف الناشطين الحقوقيين الذين تم استدعاء عدد منهم إلى التحقيق في مبنى ما يعرف بالأمن الوطني سيء الصيد حيث تعرضوا إلى تعديب جسدي ونفسي وكما حصل مع الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي مكثت فيه قيد التحقيق لأكثر من ثمان ساعات وقبل نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بانهيار عصبي شديد جراء التعديب الناشط عبد الجليل يوسف رئيس لجنة الرصد والتوثيق في الجمعية البحرانية لحقوق الإنسان وهو والد الشهيد محمد عبد الجليل تعرض هو الآخر إلى الإهانات اللفظية والتهديد خلال التحقيق معه في ذات المبنى وأجبر على الوقوف طوال فترة التحقيق التي امتدت لأربع ساعات ولم يكن حال الناشط عادل المرزوق رئيس مرصد الوحدوي لحقوق الإنسان بأفضل من سابقيه إذ أعلنوا بشكل مفاجئ وبعد خروجه من التحقيق استقالته من المرصد وتركه للعمل الحقوقي لأسباب صحية توحي بأنه تعرض إلى التعديب والتهديد خلال التحقيق معه ليجباره على ترك العمل الحقوقي هذا الاستهداف للنشاط الحقوقي الميداني يعكس وبحسب مراقبين ذعر النظام وهلعه من توثيق انتهاكاته لحقوق الإنسان بالرغم من الدعم الذي يحظى به في المحافل الدولية من قبل حلفائه الدوليين الذين يحبطون أي محاولة لإهدانة انتهاكاته وكما فعلت بريطانيا خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ويبين هذا الاستهداف أيضا أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة من تكميم الأفواه والقمع اللامحدود بعد أن تلقى النظام الخليفي ضوءا أخضرا من سيده الأمريكي الذي لا يهمه سوى بريق الدولار وانبطاح الحكام العملاء أمامه وفي مقدمتهم حاكم البحرين حمد الخليفة الذي لا يرضى البحرانيون بأقل من إسقاطه يسقق حمد